فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية وإذا كان قد برأ الله رسوله صلى الله عليه وسلم من جميع أمورهم فمن كان متبع للرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة كان متبرئا كتبرئه ومن كان موافقا لهم كان مخالفا للرسول بقدر موافقته لهم نعم من كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم مقتديا به فإنه بريء من هذه الفرق كلها كما برأ الله رسوله منها ومن كان متبعا لأحد من هذه الفرق فهو بريء من الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول بريء منه فلا يجتمع أنك تكون مع الرسول وتكون مع غيره مع من خالفه قال فإن الشخصين المختلفين من كل وجه في دينهما كلما شابهت أحدهما خالفت الآخر فإن الشخصين المختلفين من كل وجه في دينهما ما يجتمع أنك تكون من هذا ومن هذا فإذا كنت مع واحد فأنت بريء من الآخر ومخالف له مخالف التضاد أما إذا كان الاختلاف في وجه دون وجه فقد يكون فيه نوع من الاجتماع فيما اتفق عليه وافتراق فيما اختلف فيه اشتركوا في القناة